اشتركوا في القناة 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 شوق ابنال عين العودة كرة النقط نرحب بجميع المتابعين والشعب محبي القرى الحديدية داخل الوطن والخارج وهذه ضربة موفقة من شوق الى ابنال عين العودة نرحب بجميع المتابعين والشعب محبي القرى الحديدية هذا النقل المباشر دورة سمو النهائي الدوري السنوي او الدوري الفيدرالي دوري كأس العصب الجهوية ريبات سلاء القنية لموسم 2029-2024 بدعم من عصبة ريبات سلاء القنية وتحت اشراف العصب الجهوية ريبات سلاء القنية والشابع الملكة المهربية القرى الحديدية وهذا يدخل كذلك في عطار البرنامج السنوي للدوريات الفيدراليات دوري كأس العصب اللي يتلعب هذه السنة بملاعب هذه منتزة تمارا هذا المنتزة الغابة والتي تعرف اليوم جمهور غافير الذي تيته بهذا الدوري وحواد الحميد الشيخي شكراف سألعبها سيضرب قرار النقط يضرب البوشونك يخرج وجولة ملغت ترجمة نانسي قنقر 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 مرح يقولون مرح يشعر منه شعر رمضان بشوفها مرح حار قطر شيرا أماما أماما مرح يجب أن يكون شعر رمضان أماما مرح 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 أجل جح مرح 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 ضربة تابيتة من امين الحوت شكرا مرحبا تحييتي لك اخ سعيد حرموش شكرا تبارك الله لك شكرا تبارك الله لك رزق ايوت شكرا علي نعب قارسية كونتر كونتر الحبشي علي كونتر الحبشي ايوت رزق علي لكونتر الحبشي لانقل اخزينا على الليل اكتبا انقلوا لكي مشاها لانقلوا لكي مشاها لانقلوا لكي مش مشكلة من قريبا انقلوا برد نحاصر كونتر الحبشي كان نحاصر 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 مرحبا بك شكرا الاخ واسيم تبارك لالك تحية كدلك الى اخوانا جزائريين خاصة ممارسة القرى الحديدية بدولة جزائر تبارك لالك شكرا تحية متبادلة الى جميع الشخص المحبي والممارسة القرى الحديدية بدولة جزائر الشقيقة هذه مباراة الروبو نهائي كأس العصبى الجهوية نكتخام هنا بملائب نادي منتزه التمارى تحت اشراك ودعم من العصبى الجهوية الرباط سلال القناة دارة نتيجة المسجحة دائرة اربعة نادي عين العودة نادي عين العودة تحية تخرج خارج الملعب اذا متحورة دائحة من شوقي انا اخرى سلاوي في دورة تأسير ونرى برافو تأسير سلاوي تأسير امين الحوض لنضرب بخورة امين الحوض ضربة مفاقة من امين الحوض اذا عصام اخر القرآن عصام من منتخب الاسواجية ورباط سلاقاني طائرة لأنه يحاول بشذاف النقطة الثانية بالفاتحة نقطة ثانية إذا نجلس نقاط الصالح في البلد المصفى الجهة ورباط سلقون إذا كتبت نتيجة ربعة مقابل جوش دعا الجمهور الحاضر هنا نكتب بعد المبررة من مباشرة الملايب نادي منتزه الغباوي المعمورة منتزه الغباوي ويحضر هذه المباراة السيد حفيظ العلوي الفترة العلوي سيد حفيظ العلوي المباراة المباشرة هنا بمنتزه الغباوي إذا نتيجة تغير تصبح ربعة جوش لصالح تريبليت ناديعي العودة هنا العودة المنتخب العصب الجهة ورباط والبداية من حميد الشيخي قع تغيير في الأماكن حميد الشيخي أصبح والبونتور عصام المليو وأمين الحوض تيرور لوالتغيير تغيير تكسيخي أو تيقني إلى الحميد الشيخي بونتور عصام المليو هو تيرور وأمين الحوض حميد الشيخي بمشاش بعيد عند النقطة كانت ربليت ناديعين العودة تزنى تجمع مرحب قليلا تخلق وسلاوي جاء البحر النقطة أمين الحوض أمين الحوض أمين الحوض قال يترب القرع النقطة اشتركوا في القناة 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 يا السلام لاحظ عزيز المشاهد اشتركوا في القناة 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 محاولة الحميد الشيخي في إضافة نقطة 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 تحضر الشيخي في إضافة نقطة فراجل حميد الشيخي شاش بعيد في النقاط 8 مقابل 8 ياما من 3 بلات الأصباج هي ويري بعد السلعر خونة إلهو 3 بلات نالي عين العودة المرة أخرى حميد بوشيدين يضرب بفورة من الفونتاج كان هن تريبليت نادعين العودة من الفونتاج كان هن تريبليت نادعين العودة بالأنك صبح لفونتاج كان هن تريبليت العصب الجيوي رابات سلاقونة درا تساعدون في كل عدد الكوراس ولكن القوان في الغرف لي صالح تريبليت العصب الجيوي رابات سلاقونة درا نادعين العصب الجيوي رابات سلاقونة دربة مفاقية من شوقي المرة أخرى عمينا الحود نادعين العصب الجيوي رابات سلاقونة دربة مفاقية من شوق الجيوي رابات سلاقونة دربة مفاقية من شوق الجيوي نادعين العصب الجيوي رابات سلاقونة دربة مفاقية من شوق الجيوي رابات سلاقونة دربة مفاقية من شوق الجيوي نادعين العصب الجيوي رابات سلاقونة دربة مفاقية من شوق الجيوي رابات سلاقونة دربة مفاقية من شوق الجيوي نادعين العصب الجيوي رابات سلاقونة دربة مفاقية من شوق 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 الجيوي رابات سلاقونة دربة مف من الحاوض بقيت كورتون اقسمه بسلاش اذا نقطة اضافية اسبانيجية سعود مقابل تمانية وهذا المرة التفوق انه في العاصمة جواهر باصله الخنالد العاصمة جواهر بارسلا الخنالد جمعور الحادر لك يتحدث المباريون بملايب والوجي منتزه تماؤر العاصمة جواهر بارسلا الخنالد زمان مهور الحادر يتحدث المابيرون اصبحت تفوق لصالح منتخب الاسباشية وهو يا ريبات سهلا وكني اصبح نتجة سعود مقابل ثمانية سعود مقابل ثمانية لصالح منتخب الاسباشية وهو يا ريبات سهلا وكني تيرا ترجمة نانسي قنقر اذا التفوق الان كيصبح لصالح منتخب الاسباشية وهو يا ريبات سهلا وكني تيرا نتيجة سعود مقابل ثمانية درمى موفقام الحميد بو تديلين درمى موفقام الحميد بو تديلين نتيجة متقاربة بحل ثمانية بحل ثمانية بحل ثمانية بحل ثمانية في الشفر كبير منتخب الاسباشية وهو عندهم ثمانية ستوقع نادي عودة عندهم ثمنياق وده دورة العربية المبارات الله دورة العربية نيحي بكاسب الاسباشية وهو يا ريبات سالاء قونة ترخص نيجة ما فيويو سمรتيب تسو وشرين الفن ووما وشينين شكرا 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 تأهل المنتخب العصباجية ورباط سلا القنية ترى للقرى الحديدية إلى دور نصف نائي تأس العصباجية ورباط سلا القنية ترى نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء في فرصات قادمة بحول الله تحية لكم حمير كيف تشاهد المباراة اليوم؟ مباراة يا أخي قمت المونتان والدينا ولكن سيد ومارك لعبتوز وين تبارك الله عليكم مستوى طالع ومن ديروا شنز محمد هنا شنز موليه والسبب دير أخرى ومن تمنع لكم فرصة مرأة وحرص تبارك الله عليكم لعبتوز وين تبارك الله عليكم مرحبا مرحبا تبارك الله عليك شكرا نهاية المباراة بفوز دريقليت نادي أو منتخب الأصبع الجهة ورباط سلا القنية ترى لفر الحديدية سيحفيد العلوي اللي كي يشرف على تدريب هذا الفرق أو هذا المنتخب الأصبع الجهة ورباط سلا القنية ترى إذن نشكركم على حسن متابعة تحية لكم هذا محمد خلق يحييكم من مدينة مرأة شكرا ولنعود بعد قليل لنقل مباراة نصف نهائي كأس الأصبع الجهة ورباط سلا القنية تحية لكم